4 نوفمبر عيد الحب إن شاء الله دي بقى هتقولي أنه برج برج فيها معيش أنا دي أن ده ضروري دروقتي فيه ناس كتير مستنين هذا اليوم لأنه ده عيد الحب المصري اللي همتسميه في مصر مش الانترناشنل مش العالمي المفروض أن كل برج يعرف هيعمل إيه في هذا أو في هذا اليوم أو الشعور بالحب لكل برج كل برج بيعبر عن نفسه إزاي أو يعرف إزاي ويجيب هداية حالة حب يا حبي وإيه الهدية اللي تنفع لكل برج طيب أنا يعني كنت عايزة أقول مثلا لو كل واحد حس بال كل برج لو حس بالحب ممكن يعني التصرفه يكون إزاي مش ونقول الهدية كمان يعني إيه ما دي حلوة دي يعني إيه ما هنقول دلوقتي إن كل برج هيحب يشعر بإيه لما يحس بالحب ده حاجة ليه هو شخصه آه يعني لو زبط نفسه بيحب لو زبط نفسه بيحب لو أنت كبورج أي بورج لو زبطت نفسك بتحبها تبقى عامل إزاي وإيه الهدية الحلوة اللي تتجاب له أو اللي هو يجيبها اللي هي تتجاب له اللي تتجاب له أوكي يلا الحمل طيب نبدأ بالحمل الحمل أنا بشوف هو يعني هو الراجل طبعا يفرق عن الست فلو قلنا الراجل هنقول الاتنين إن شاء الله الراجل لحوح جدا لما يحب يفضل يلح على الطرف الآخر ما يسيبهاش هيفضل يلح على يلح آه لحوح جدا الست الست بتخافت الجرح لما تحس إن هي بتحب بتخاف جدا بتشعر بالخوف وتفضل تحط الطرف الآخر الراجل في اختبارات عشان تتأكد إنه مش هيجرحها طيب ده حب التور هداية الحمل أي حاجة مكتوب عليها اسمه الألم مكتوب عليها اسمه إنيسيال للست ممكن مكتوب عليها اسمها لأنه هو معتد بنفسه قوي والورد هما مولودين في الربيع فيحبوا الورد يحبوا البرفوم يعني أي بارفام من الورد هتبقى حلو التور لو زبط نفسه بيحب كراجل هيعملين الراجل رغم إنه هو يبان مدي لكن هو رومانسي جدا هو عملي حيبدأ يفكر على طول إنه يوفر تمن الشقة إنه إزاي حيأمن مستقبل الست اللي هو حيجوزها هو يعني شخصي اعتمد عليها طب الست في الصوف مرقة التور لو لقيت نفسها بتحب هتبدأ بقى تخطط للراجل إزاي حتوصله باش عيب اه تغطيت يعني اه بس هي شطرة في الأكل وفي الإغراء فهي ممكن قوي إن هي تعزمه على أكل من إيديها فهي يعني هي هتعمل له المسيادة المسيادة بتاعة الأكل هو المسيادة لمرأة التور الهدية التور الهدية المناسبة التور يحبوا الأكل الحقيقة فيحبوا الشوكولات مثلا الشوكولات الحلويات يحبوها فممكن تبقى هدية شوكولات تبقى حلوة المرأة التور تهتم جدا ببشرتها فممكن أي أنواع كريمات تبقى مناسبة جدا كريمات أو تجميل وتحب البراندات تبقى تحب المركات يعني فأي حاجة تكون مركة كويس عشان هي شوية مادلة الجوزة الجوزة بيحبوا رجل الجوزة مشكلة بقى لما يحس إنه بيحب هيبدأ يتظاهر بحاجة تانية غير اللي هو حاسس بيها يعني ممكن يتظاهر بإهمال الست اللي هو معجب بيها يتجهلها تماما لأنه هو بيبقى زعلان قوي من نفسه بشكل عكسي عكسي هو بيبقى زعلان من نفسه قوي إنه هي قدرت تخليه يهتمع هو زعلان الجوزة زعلان إنه هو حب فممكن إنها تهرب أحياناً بشوف يعني جوزة ممكن تعي لو حبت لأنها خايفة لا تتخنق أو تتخن أو ما يكون شيستاهل طب هو الهدايا اللي تنفق اللي بيحبها برج الجوزة بس حقول حاجة إنه هي مرقة الجوزة لو لقيت نفسها إنه الشخص ده يستاهل حبها أي حتى لو نفسها هتحطه طبعاً في اختبارات لكن لو حصت كده هي بتلعب كل الأدوار هي عشر ستات في بعض طب هو الجوزة المرأة لا تنسى الهدية الهدية المناسبة هم بتوع الألاقات والاتصالات فموبايل موبايل موبايل ينفع كويس قوي لابتوب تي في عشان يبقوا على تواصل مع العالم كله عارفين الأخبار حاجات كهربائية أو اتصالات أو اتصالات السرطان السرطان ده بوردة عاطفي وحساس دي لما يلاقي نفسه في واقع في الحب الرجل الرجل السرطان هيحاصر اللي بيحبها يعني هي منين ما هتروح هتلاقي قدامها زي الحمل الحاح يعني الحاح بس ده بقى حصار الحمل يلح كلام لكن ده هي ممكن تتفاجئ بيه في أي حتة كل ما تروح حتة هتلاقي قصادة يعني رجل السرطان لو حاب أي حتة هيروح وراء اللي بيحبها فأحيانا بيكون حاجة خانقة يعني خانقة طيب والامرأة السرطان امرأة السرطان بتخاف على نفسها جدا لتجرح شبه مرأة الحمل فإلى حد كبير بتاخد وقت على برضو تحطه في اختبارات كتير على ما تاخد القرار ده بس هي ست جدعة مخلصة والفلوس بتهمها بس ما يهمهاش ان الراجل يكون غاني هي لو وقفت يعني اذا كررت انها تتجاوز واحد هي حتقف جنبه وتعرفه ازاي يكسب فلوس عشان يعيشها كويس واو واو يا سوس طب ايه الهدية اللي تليق ببرج السرطان يحبها الستات اللولي كلية لولي خاتم فيه لولي هو ده الحجر بتاعهم اللو شوكولاتة والله والكاميرا هم من هوايتهم التصوير فلو هدية كاميرا ممكن تبقى حلوة او مصور يبقى مرتبط بالشخص يبقى حلو جاجب لها مصور يبقى اي موايكل شارب رجل السرطان هو برضو يحب التصوير يعني ممكن تبقى هدية كاميرا تبقى مناسبة جدا لرجل السرطان الاسد لو الاسد الرجل حاس انه بيحب هيعمل ايه؟ هيبقى عنده اسرار انه هو يوصل للي هو عاوزها يعني هم عندهم اسرار يعني هيجيبها هيجيبها اه يعني لا يكل ولا يمل هيفضل وراها لغاية ما يوصل لها هو شبه الحمل يعني نقدر نقول في الاسرار هو شبه الحمل الاتنين ابراجنا ريا بس كمان هو رومانسي او الاسد فممكن يكتب لها شعر يعني هيأثر عليها بمنتهى الرومانسية يبقى تلقى اغاني رومانتك جدا طب يا بخت اي حد يرتبط برجل الاسد هو الاسد يعني ممكن يطلعها لسبع سماء المهم ما ينزلها لسبع عام دي المشكلة بقى ينزلها سبع عام فجأة بعد ما هي تبقى فوق في السماء يسيبها تقع على جدور قابتها قلبها طب امرأة السرارة امرأة الاسد لما تكتشف ان هي بتحب الاسد الاسد رومانسية جدا يعني زي راجل الاسد رومانتك قوي بس هي ملكة يعني هي تعرف انها تستخدم كل الحيل بمنتهى القلاطة يعني هي راسية كده ورزينة تقيلة يعني تقيلة فتعبر عن الحب بجرأة وفي نفس الوقت بطريقة تقيلة اي هدية هنا وهنا راجل وسادة اه ما تاخد مكياه الهدايا الاسد هشوف انه الدهب معضنهم طبعا الدهب فدي حاجة بتجذبهم اي حاجة براند بقى اي حاجات مركات لانه هما يحبوا الاناقة الملكية فاي هدية هتتقدم لها مركة مهمة هما شايفين انهم يستهلوا كل حاجة مهمة ست مفيدة برج العزراء وكل عدقائين برج العزراء عندما يكتشف الرجل العزرائي ان هو يقع في الحب ده مشكلة الرجل العزراء هو اسمه العزراء يعني هو مش 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 حب خالص مش مقتنع مش مقتنع بالجواز اساسا هو عزراء يعني يعني زي الفتاة العزراء مش متجوزة وبعدين هو جاي يحط كل حاجة في اطار عقلان فلو ظبط نفسه بيحب بيحاول ان هو يقاوم يقاوم بكل ما يعملك المشاعر دي لان المشاعر بتشتته هو عاوز كل حاجة تبقى بالعقل برج العزراء يقاوم وامرأة العزراء امرأة العزراء مستعدة لو حبت بجد انها تتحدى العالم كله وتكسر كل القوانين اللي العالم حطيتها عشان تتجاوز اللي هي عايزة بس لما تحب بقى بس ده لما تحب لان مش هي مش سهلة ابدا ان هي تحب لانها برضو يعني العزراء يعني هي تفضل تكون استقلالية محدش يتحكم فيها لا ويتفضل تعمل حسابتها بالورا والقلم اعتقد عن العقل عن المشاعر حتى لو حبت ممكن تحب وتنتحب العقل اكتر من القلب لحد كبير اه طب الهدايا للعقراء بس انا اعرف يعني اعرف ستات هقول بس اعرف ستات من العزراء هي فعلا بتتحدى المجتمع لما تكون عايزة حادة اه طبعا هي ممكن تقف في وش اي حد وتعمل القوانين بتاعتها هي قصة ومش بالحب بس العزراء ممكن يتحدى اي شيء ترى ما هو اقتنع فيه حب او شغل اوش اشخاص او الهدايا الهدايا بتاعت العزراء الكتب لان هما بيحبوا الثقافة هكيد لراجل العزراء مش الست العزراء لا اما عادراتي زمن ما بقاش كتاب ممكن بقى ممكن فيلم ممكن على نتفليكس ممكن يبقى ممكن تبقى داعا لحفلة ثقافية حاجة يعني حاجة فيها اضافة ايو انا اعشق الافلام الاجنبي احب اتفرج على الحاجات دي دوكيومنتريز اي حاجة فيها اضافة ثقافية مش حالت احضر حفلة موسيقى عربية عشنا بقى موسيقى الزراء كمان يحبوا الزراء ممكن تبقى زرعة بس انت مش بكوارد لا زرع يبقى الزرع اللي بيتسقي والزرع اللي بيعود في البيت يعني كل ما كان فيه زرع جوه للبيت الميزان الميزان راجل الميزان متردد اذا حب حيفضل شوية متردد يعني يسأل نفسه هل هل هو ده وقت مناسب ارتبط يعني تردد هل هو صحة او غلط يفضل يتردد امرأة الميزان امرأة الميزان برضو مترددة لكن هي بتسأل عقلها يعني دايما بتعمل توازن هي عاطفية جدا بس مش بتسمح لقلبها هو اللي يتحكم فيها هو يتغلب عليه لازم تعمل الميزان بتاع العقل والقلب عشان كده ميزان هتسأل عقلها الاول هل المشاعر دي الراجل دا يستاهلها ولا لا طب العقرب لما هدية الميزان هدية الميزان التجميل اي مستحضرات تجميل هما يحبوا التجميل الراجل يحب الشمعدان على فكرة يعني يحب حكة البيت وهو برضو بيحب الاناقة جدا فاي مثلا دبوس كرافات زرير اميس الحاجات دي للرجالات الميزان يحبوها العقرب بقى وعندنا رهام السهل العقرب ايمان رياض بنقول كل سنة وانطيبة ميزان شام شام شريف كل سنة وانطيبة ناس كتير قوي عقرب كل سنة وانطيبين اختي حاببتي سالي كل سنة وانت طيبة يا سيد ولينا بقى بعد بكرة عيد ملده مفاعيد الحب كل سنة وانطيبين كلهم لما رجل العقرب يكتشف انه بيحب ده رجل العقرب مشكلة رجل العقرب هيحط اللي بيحبها في اختبارات قصية جدا لازم يختبر قوة تحملها يختبر اخلاصها لغاية ما يجيب اخرها لما يحس لو حس وقت بقى ما هيحس ان هي خلاص هتمشي وهتهرب يجيبها بقى يعني يسبتها بعد تعذيب ده رفلة من التعذيب والصمود اه انا بشوف ان الست العقرب ده اولا ست زكية جدا تعرف الراجل يعني هي وبقول امرأة تعرف الكثير والكثير هي تعرف تخلي الراجل يحبها يعني يعني عندها من الذكاء العاطفي اللي هي تخلي الراجل يحبها اه بس هي كمان رغم ان يقولوا ان العقرب مش مش وفي لأنا بشوف ان الست العقرب دي اكتر ست وفية لان هي شامعة تحتارك في الحب السرطان شامعة تحتارك شامعة تحتارك بردو هما الابلاج المائية كده سرطان وعقرب وحوت نفس السفات طب ايه الهدية اللي يحبها راجل العقرب 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 الراجل والست هما الاتنين يحبوا الجلود يعني سواتر جلد يحبوا محفظة حزام المنتجات الجلود او الجلدية يحبوها جدا واللون الاسود والاحمر طبعا الاحمر للست يعني يعني انا بشوف ان الست العقرب اكتر ست جريئة في انها تلبس مثلا جوب جلدة احمر خانت يا ممتولي الجلدة بفكرة ذاتي اختي اه بتحب تموت في الشونة الجلد حقيقة بالزبط يعني المنتجات الجلدية عموما مناسبة لله احنا عايزين بس سريعا عشان الوقت الكوس الراجل يعني يحطها هدف لازم يوصل لما يحس انه بيحب عنده هدف انه لازم يوصل للي هو بيحبها بس هو كمان واضح واضح جدا يعني حيقول لها حتى على فكرة هو مزواج ويحب كتير قلبه يساع كتير هي بس واضح واضح حيقول لها انه هو متجاوز وحيقول لامراته الاولانين هم متجاوز وحيبقى واضح قدام الناس كلها مجانش حاجة في السر ويقنعهم ويبقوا مبسوطين امرأة الكوس امرأة الكوس يعني هي جريئة واضحة برضو لدرجة ان هي ممكن تعتارف وممكن هي اللي تقوله اتعلنت جاوز هي هتقوله انا قدامك فرصة مش هتتكرر هي ممكن كمان هي قوية اي حاجة جاية من برا او مثلا حاجة محتوط عليها سوفينير او مكتوب عليها اسم بلد او بيحبوا بيحبوا السفر اي حاجة بقى جاية من الخارج تتأثر فيه برج الجدي لما يكتشف انه بيحب هو الجدي الراجل مش بيتجاوز بسرعة ولا الست بتتجاوز بسرعة يعني بياخدوا وقتهم جدا على ما ياخدوا قرار الجواز ويقرروا او يحسوا بالحب في وقت الفراغ وقت الشغل هو الولوية وقت الفراغ ممكن يحسوا بقى انه هو بيحب حد يعني الراجل الجدي حيفكر ازاي يوفر حياة مريحة لما يحس انه بيحب بعد الترد اول حاجة يفكر فيها ازاي يوفر لها حياة مريحة الست الجدي كل الحياة للانسوية هتعملها الهدايا الهدايا هم بيحبوا الانتيك اي حاجة ليع قيمة تاريخية وقيمة مادية قيمة فنية وتاريخية ومادية تمام الساعات كمان هدية مناسبة يقدروا امتى الوقت ايوة انا عرف في الناس جدي كتير بيحبوا ساعات اتهمل فيها جدا 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 برج برج بيحب حريته قوي ولما يحب بيبقى مصدوم من نفسه هو يحب المساواة كمان يعني يعمل القريب زي الغريب فلما يلاقي نفسه بيعامل حد يعني بطريقة مختلفة او له اهتمام زيادة بيبقى مصدوم من نفسه بس بياخد شوية وبعدين خلاص يعترف وبيبقى وافي جدا راجل الدلو لو حب بيبقى وافي المرأة الدلو غمضة وبتفضل محافظة على غموضها ويمكن هو دل السر اللي بيجذب ليها سر السحر اه يعني تحب قوي سر السحر الهدية المناسبة للدلو الدلو مش بيجيبهم حاجة لازم تسألي مش بيعجيبهم لازم تسألي انه هو بيحب يكون متميز مش عايز حاجة عند اي حد فلو جبتي له حاجة مصنوعة مخصوصي دي يونيك هيحبها الحوت اخر برج معنا الحوت الحوت بقى دي الانثة لو قلنا الراجل والست اللي اتنين يعرفوا يعني يقول الراجل هو العاشة اللي تتمنى اي امرأة ووووو والست هي الانثة اللي يتمنىها اي راجل لا ده جديدة دي انا امرأة انا افكر لان عندهم بصيرة يعرفوا اللي قدامهم عاوز ايه ويقدروا يقدموه بس كمان في المقابل هما يعرفوا كويس قوي اللي يدايقوا ويعملوا لو عايزين يدايقوا تسمى ايه الهدية في الحوت البنية حوت الانثة بتحب الهداية مادية مادية طبعا بس هما كمان مئيين فأي مثلا مستحدراتوا يحبوا حاجات الانثوية يعني فأي مستحدرات مثلا من منتجات البحر اتناسبها ملابس البحر عموما يناسب الراجل او السبت منهم. يعني المايوهات يحبوا ملابس البحر. بساطة يعني هداياهم بسيطة. يعني. بس لا بس غاليا الستة الحوت بتحب الهدايا الحقيقية. في ايزا بي ستيلر كانت حوت كانت مشهورة بالملاوهارات والعلماتات. عمير احنا القادمة عاكي رائعة. نتمنى ان احنا نشوفك مرات ومرات كتير ان شاء الله نورتنا وشرفتنا حبيبتي وسي جدا جدا.